مرحويني أخباريوني، وعظم نقص نقص لتصب على المرحوات المالي oggi نقص 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 الدولة من النقص التي نقص في قبل لذا سننحسن نقص 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 نظام من خباريوني أخباريوني تستطيعكم ونقص قبل الطلبة درسنا اليوم هو الجزء الثاني من الدرس الذي بدأنا فيه سابقا وهو درس كيفية صنع برغر صحي لذلك نستعد ونفتح كتابنا القراءة على صفحة رقم 69 وستون سابقا my dear students our second part from our lesson for this day is talking about how to make a burger especially a beef burger with a girl the girl's name is bella bella today is going to make us a beef burger but in her recipe she is going to tell us how to make a beef burger with all the ingredients and the methods but like telling a story or as a paragraph هنا أعزائي الطلبة في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على الصنع البيف برغر من فتاة وتعال بيلا بيلا سوف تقوم بتحضير وصفة البرغر ولكن سوف تقوم بإخبارنا كيف نصنع هذا البرغر عن طريق الرواية أي عن طريق فقرات تختلف طريقة بيلا عن طريقة بن أن بن قام بذكر الرسبي اللي هي طريقة صنع البرغر عن طريق قطوات من واحد إلى عشرة أما اليوم بيلا سوف تقوم بسردها عن طريق فقرة أولى فقرة ثانية كما نرى في كتابنا بداية لنتعرف على البرغر الذي سوف نقوم بصنعه اليوم مع بيلا ماذا سوف نقدم مع هذا البرغر serve the burgers with serve اللي هي عنها قدم البرغر بماذا سوف نقدمه with four soft rolls بأربع قطعة خبز مخصصة بماذا مخصصة لالبرغر tomato هي عنها حبة الطماطب lettuce هي الخص tomato ketchup صلصة البندورة اللي هي عنها الكتشب اللي احنا متعودين عليه صلصة البندورة tomato ketchup هو الكتشب اللي احنا متعودين عليه garlic mayonnaise mayonnaise بنكهة الثوم طبعا لك حرية الاختيار أن تختار mayonnaise مثوم أو mayonnaise بدون ثوم choose a recipe get cooking هنا سوف نختار الوصف اللي عندي تحتاجها then eat وبعد ذلك سوف نأكل أو تأكل البرغر الذي أنت قمت بصنعه my dear students look at the picture this is Bella Bella here is going to make us a healthy beef burgers let's know how Bella is going to make for us a healthy beef burgers and these beef burgers will look brilliantly عزاء الطلبة نتعرف الآن على وصفة Bella كي لي صنع برغر بقري بطريقة صحية ويكون هذا البرغر جدا متألق ورائع بالنسبة بالطعم لنا first you cook some onion with garlic بداية ستطهو أنت البصل مع الثوم with a bit of salt in a pan تضع رشة من الملح في أبان المقلاع with a little oil القليل من زيت الزيتون you don't need you don't need much salt أنت لا تحتاج الكثير من الملح but remember to heat the oil before you start to cook ولكن تذكر remember أن تهيت أن تسخن الزيت قبل بدأ عملية قلي الثوم والبصل carry on cooking carry on بما نستمر في عملية الطهو until it is soft حتى يصبح ذابلا then stop cooking وبعد ذلك توقف عن الطهي and let it cool down وضعه جانبا حتى يبرد بعد ذلك ماذا نفعل add an egg نضيف بيضة tomato ketchup هو الكتشاب salt ملح pepper الفلفل أسود to some minced beef إلى اللحم المفروب إذن نكون وضعنا في ألوع اللحم المفروب نضيف عليه بيضة كتشاب ملح فلفل ونمزجهما بعض you can put them all in a bowl and also put in the onion and garlic mixture بعد أن تضحهم كلهم وتمزجهم مع بعض في ألوع تضيف إليه البصل والثوم المقلي that you've just cooked التي أنت تهوطه للثوم ينيت تحتاج إلى 450 جرام of minced beef من اللحم المفروب إذن هنا حددت سارة تحتاج إلى 450 أو 50 غرام من اللحم المفروب لنتقل إلى النصيحة الأولى التي قالت لنا عنها بيلا سوري if you haven't got any parsley you can use them instead إذا لم يكن متوافر لديك البقطونس تستطيع أن تضيف الزعتر I like lots of mayonnaise but I don't like a lot of tomato sauce بيلا تحب الكثير من المايونيز على البرغر خاصتها ولا تحب كثيرا الكتشب if you add fresh herbs عند إضافتك للأعشاب الطازجة the beef burgers taste bitter so I always do that عند إضافتك للأعشاب الطازجة للبرغر ستحصل على نكهة رائعة انظر هنا بلا ذكرت المكونات كاملة ولكن بدون تحديد هنا we will feel confused سوف نشعر بارتباك ما هي الكمية نضع قليل أم كثير إذن طريقة بيلا ليست منظمة كما هي طريقة بن ننتقل الآن أعزائي الطلبة للفقرة الثانية من بيلا من طريقة بيلا في صنوع عنا البرغر mix everything mix بمعنى هنا امزج وأخلط كل شيء كل شيء وضعته أنت في هذا الوعاء أخلطه مع بعض وضعنا ماذا قاما قالت بيلا وضعنا اللحم المفروغ ذكرت أن مقدار اللحم المفروغ هو 450 إغرام وضعت القليل من الملح وضعت تميت وكتشف بعض من السلسة الطماطم أو كتشف عفوا وأضافت كذلك ماذا الثوم والبصل المقلي إضافة إلى العشاب الطازجة هي إن كانت بقدونس أو الزعتر بإمكانك أستخدم فورك شوكة لخلط كل شيء أو أيضا بإمكانك أن تستخدم بدل الشوكة سفون ملعقة to make four burgers من أجل صنع أربع قطع من البرجر you need to divide the mixture تحتاج إلى divide divide أن تقسم mixture المزيج into four parts إلى أربع أجزاء then use your hands بعد ذلك سوف تحتاج يديك من أجل تشكيل قطع البرجر الأربعة put them in the fridge ضع بعد ذلك البرجر في الثلاجة cut the rolls بعد أن وضعت قطع البرجر في الثلاجة سوف نقوم بتجهيز ماذا الخبز قم بقطع rolls تقطيع الخبز من المنتصف and get out your salad أحضر السرطة التي تريد أن تضحها داخل الخبز لأن تم وأيضا tomato sauce اللي هو عندنا الكتشب garlic mayonnaise المايونيز المثوم بعد ذلك now you can start cooking بعد ذلك تبدأ بطهو البيف برگر البرجر مصنوع من لحم البقر remember ماذا عليك يجب عليك أن تتذكر to heat the pan first إذن قبل أن تطهو وتقلي عن البرجر يجب أن تسخن بداية المقلا before you cook them وقبل أن تطهو cook them them تعود على ماذا تعود على البرجر قبل أن تطهو أو تقلي عن البرجر brush some oil on them ضع قليل من الزيت على قطع البرجر cook them on one side بداية اطفوها على جانب واحد for three minutes لمدة ثلاث دقائق then turn them over ثم اقلبها and cook them on the other side for three minutes وطهيها على الجانب الآخر لمدة ثلاث دقائق then do it again وارجع كرر العملية مرة ثانية إذا احتاج إلى الأمر if the burger is thin هنا بيلا قالت لنا إذا البرجر كانت ليست سميكة يعني نحيفة it takes less time to cook تحتاج إلى وقت أقل الطهي if it is thick إذا كانت سميكة it takes more time to cook تحتاج إلى وقت أكثر للطهو put the burgers in the rolls بعد انتهاء من عملية الطهو ضع البرجر في الخبز with some salad مع الخاس شرحات المندورة التي أنت تريدها and the sauce وهي عندنا الكاتشب والمايونيز put sorry but leave them for a minute first ولكن قبل ذلك اتركها لمدة ماذا دقيقة هنا كما نرى أعزائي الطلبة بيلا's recipe isn't in what the in steps it's as a paragraph here we feel and confuse while we are making the burger أعزائي هنا نرى طريقة بيلا موجودة عن طريق جمل والجمل عبرها عن فقرة وأثناء قراءتنا لها الفقرة هاي نشعر بالارتباك والتشويش لأن الخطوات غير مرتبة يعني بداية تقول لنا ضع البرجر فيه الخبز مع الخضرات انت تريدوها الخص والبندورة مع السوس يعني الكاتشاب والمايونيز ولكن قبل ذلك اتركها لمدة دقيقة طب على فرد أننا وضعناها ثم بعد ذلك نقوم بقراءة أننا نتركها هنا تحدث عننا الارتباك في هذه إذن برأيك أنت عزيز الطالب which recipe is better أي طريقة أو وصفة أفضل is it Ben's recipe or Bella's recipe هل هي طريقة Ben أم طريقة Bella Now my dear students let's write down the parts of speech from our lesson أعزي طلبة لنقوم بكتابة بعض من أقسام الكلام التي سوف أذكرها من درسنا Let's start First أولا أو بداية it is adverb cop it is imperative verb أطهو هنا جاءت فعل أمر with proposition little هنا it's adjective أكتب a little adjective need verb much it is adjective هنا need جاءت فعل وهي بحالة المضارع البسيط كيف عرفنا أن هذا الفعل بحالة المضارع البسيط وهنا جاءت مجردة لأنه جاءت قبلها don't don't هنا جاءت فعل يدل على النفي وهو بحالة المضارع إذن the need هو فعل مضارع it's a verb to heat heat it is infinitive verb فعل مجرد لأنه جاءت قبلها to carry on it is imperative verb بمعنى استمر وهي فعل أمر نجاء رتب لجنبها use it is infinitive verb فعل عنه مجرد لأنه جاءت قبلها can إذا جاءت قبل الفعل can could to must should يكون الفعل بعدها مجرد لأنه هذه الأفعال تكون أفعال ناقصة it is a modal verb and the verb after them should be infinitive الأفعال التي تأتي بعد الأفعال الناقصة هي المodal verb تكون أفعال مجردة let's continue لنكمل عندنا بآخر واحدة اللي هي عنا always it is adverb بمعنى دائما let's continue لنكمل everything اللي هي عنا كل شيء it is a noun use it is you can use it is infinitive verb فعل مجرد لأنه كما قلت سابقا جاء قبلها can mix أيضا it is infinitive verb فعل عنا مجرد لأنه جاء قبلها to for it's adjective لأنه عدد beef burgers it's adjective cut it is imperative verb فعل أمر والفعل الأمر في الوصفات يأتي في بداية الجملة ويكون الفاعل هنا مخفي you cut the roles ولكن هنا الفاعل محظوف لأنها طريقة وصفة نبدأ بالوصفة دائما بالفعل ويكون الفعل imperative there over it is at there أيضا now my dear students write down the answers on your book أكتب عزيزة الطالب الإجابات أو هي أقسام الكلام على الكلمات المذكورة في الدرس التي قمت بذكرها now my dear students let's read our lesson بلعز بلعزي 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 first you cook some onion and garlic with a bit of salt in a pan with a little oil you don't need much salt but remember to heat the oil before you start to cook carry on cooking until it is soft then stop cooking and let it cool down add an egg tomato ketchup salt and pepper to some minced beef you can put them all in a bowl and also put in the onion and garlic mixture that you've just cooked you need 450 grams of minced beef if you add fresh herbs the beef burgers taste better so I always do that tip 1 if you haven't got any parsley you can use theme instead tip 2 I like lots of mayonnaise but I don't like a lot of tomato sauce mix everything up in the bowl you can use you can use a fork to mix everything up or you could use a spoon to make for beef burgers you need to divide the mixture into 4 parts then use your hands to make for beef burgers put them in the fridge cut the rolls and get out your salad tomato sauce and garlic mayonnaise now you can start cooking the beef burgers remember to heat the pan first before you cook them brush some oil on them cook them on one side for 3 minutes then turn them over and cook them on the other side for 3 minutes then do it again if the burger is thin it takes less time to cook if it is thick it takes more than time to cook put the burgers in the rolls with some salad and the sauce put sauce but leave them for a minute first